السلام عليكم هنتكلم نهاردة ان شاء الله عن استكمال لعملية السل سيكل او بعض الحاجات تحديدا اللي بتحصل ونتيجة اي تغير في السل سيكل وهم عمليتين العملية الاولى اسمها الابوبتوزيس او موت الخلية والعملية التانية اسمها الكنسر او النمو المتزايد للخلية نسترجع للمعلومات بسرعة عن السل سيكل زي ما قلنا الخلية بتحضر نفسها وتحضر انزماتها والضعف في الDNA وبعدها تدخل في مرحلة الانقسام الميتوزي فالضعف عشان تديني تو ايدنتيكال توتر سيكل بيحتوي على نفس المادة الوراسية تمام تمام السل سيكل باختصار شديد طيب السل سيكل عشان تمشي مسؤول عنها جينات الجينات دي في نوع مسؤول انها تستمر ونوع تاني اسمه لو حصل بقى اي ايرور او اي خطأ في الجينات بتاعة الخلايا او بتاعة العملية دي وما قدرتش تصلح الخطأ اللي حصل في السيكل بتبدأ الخلايا تدخل في حاجة من الاثنين اللي هي الابوبتوزيس او الكنسر طيب اهم كلمة تطلع بيها في الوضع الطبيعي اهيت تعرضت لعوامل داخلية او عامل خارجية قدت الى حدوث تغييرات معينة بدأت الخلية تنكمش تصغر تتقطع طلعت لي في اخر حاجة اسمها الابوبتوتيك بادي جاءت عليه خلايا المناعة اللي هي جزء من الاميون سيستم اسمها الماكروفاجز عملت له لايسيز او عملت له عملية فاجوسيوتوزيس او ابتلاعه ليه بقى الكلام ده بيحصل قالك الخلية بتتعرض لي دامج في الدي ان ايه بتاعها عن طريق اشعاع او عن طريق دراجز اللي هي الكيموسيروبي او بعض الهرمونات زي الكورتيكوستيرويدز ده كله يعمل استيميوليشن لسيل ديس او عملية الابوبتوتيكوستيروزيس ايه بتحصل اثناء الابوبتوتيكوستيروزيس دي قالك قدل الخلية يحصل لها كوندنسيشن الكرومتين يحصل لها شرينكيج او انكماش تبدأ تلم على بعضها بعدين الممبرين يحصل له يعني يبدأ ينطوي ياخد الشكل المتعرك ده بعد كده يبدأ يحصل نيو كلير كلابس وتبدأ الخلية تتقطع لحتة اسمها الابوبتوتيك بودي اللي انت شايفها دي طبعا هنا تكون ابوبتوتيك بودي دي حاجة غريبة عن الجسم فالجسم بيعتبرها شيء ضار بيبدأ يحرك الاميون سيستم او الجهاز المناعي نوع من الخلية المناعية اسمها الماكرو فاكس تبدأ تتحرك فتعمل ابتلاع او فاجوسيتوزيس للابوبتوتيك بودي وتعمل لها لايسيز او تحللها او تكسر عشان تقضي عليه طيب عشان نمنع بقى عملية الابوبتوزيس دي بيبقى عندي حاجة اسمها survivor factors بعض البروتينات او الامينو اسيد بتبقى على سطح الخلية دي بتمنع عملية الابوبتوزيس لو الخلية فقدتها يبدأ يحصل استيميوليشن او اصارة او تريجرينج تحفيز لعملية الايه الابوبتوزيس او البروجرام سيلدس طيب تعالى ندخل بقى في الموضوع الاهم شوية اللي هو الكنسر الكنسر عبارة عن نموه مضطرد ومتزايد وغير محدود في الخلية ومش بس كده ده الخلية بتفقد قدرتها على انها يحصل لها ابوبتوزيس او يحصل لها موت يعني نموه لا نهائي فيقول لك ان كنترولد سيل جروس شوف ادي الخلية الطبيعية بدأ يحصل لها زيادة بدأ زيادة تزيد الحجم والعدد حد ما وصلت للشكل اللي انت شايفه الكنسر ده بيجي نتيجة ايه نتيجة اختلال في التوازن ما بين النورمال جروس والسيل دس انا المفروض ان انا عندي توازن ما بين عملية الجروس بتاع الخلايا والنمو بتاع الخلايا جديدة والدس بتاع الخلايا القديم لو حصل اي دستيربنس او اختلال في الموضوع ده هيبدأ يحصل لي عملية الكنسر طيب الكنسر ده مميز بثلاث حاجات بس قبل ما اخدت الثلاث حاجات دولت هعرف الميكانيزم الاساسية اللي بيحصل عن طريقها الكنسر اللي هي تعال نشوف الكلام ده بيحصل ازاي هو بيقولك انت بتتحكم في نمو الخلايا والتوازن بتاعها عن طريق عملية الابوبتوس شوف هنا الابوبتوسس او التوازن اختل ما بين السل دس والسل شوف عندي خلية صابت يبدأ يحصل لها ابوبتوسس عشان تتشال ويأتي مكانها خلية جديدة شوف بيقولك من خمسين لسبعين بليون خلية في اليوم بيحصل لها ابوبتوسس ويحصل لها تعويض عن طريق السل سايكل شوف هادي الايه دي نيه يتكسر السل يبدأ يحصل لها تكسير وتطلع الابوبتوسيك بادي تيجي على طول الفاجو سايطوسس او الفاجو الماكروفاجز اللي هي الخلية الزرقة دي تبدأ تعمل عملية فاجو سايطوسس او ابتلاع للابوبتوسيك بادي حملت لها لايسس بس قضت عليها كده كده عملية الاوبتوسس انت شفت هي بتحصل ازاي هي مسؤولة عن البلنس او التوازن ما بين الخلايا اللي بتتكون والخلايا اللي بتموت كل يوم انت بتفقد خلايا زي من خلايا الجلد مثلا بتوقع وتفقد وكده وبيتكون مكانها خلايا جديدة عن طريق عملية الابوبتوسيك يفقد ويبعث اشارة للخلايا كون خلايا جديدة بدلا فقط انت بقى الابوبتوسيك بدأ يتكون لك الكنسر زي ما انت شايف كده الاندرمال سيل طلعت اثنين ولي طلعت اثنين تبدأ حصل فيها دامج يطلع لك او يعمل لك اوبتوسيك لا يوجد مشكلة خالص ويأتي بعدها واحدة تانية هنا في الكنسر قال لك حصل لك ميوتشم في الدي ان ايه ادت الى تضاعف رهيب uncontrolled growth في الخلايا انا عندي 3 main malignant properties للكنسر يعني 3 علامات او صفات مميزة جدا لموضوع الكنسر اول حاجة uncontrolled growth نرى الجزء اللي هو الاخضر ده عمال ينمو يزيد ينمو يزيد لا يوجد اوبتوسيك خالص الحاجة التانية اللي اسمها invasion يعني بيبدأ يقتحم الحاجات المحيطة به ويعمل destruction للتشوز المحيطة به زي ما انت شايف كده cancer cells invade surrounding tissue and blood vessels يعني لا تكفيش كمان بالخلايا العادية او الانسجة لا ده يروح على blood vessels كمان اللي هي الاوعية الدموي زي ما انت شايف يبقى عندك uncontrolled growth نمو مضطرد بصورة رهيبة بعدين يحصل invasion يبدأ يغزو الخلايا المجورة له المرحلة الاخيرة او الصفة التالتة اللي هي المتاستاسيز هو عمل invasion للblood vessels او lymph nodes دي حاجات اصلا متحركة ماشي في الجسم كله تبدأ تنقل للكانسر cells لother locations او new locations في الجسم بدي اهم ثلاث properties او malignant properties للكانسر uncontrolled growth والinvasion يغزو الخلايا اللي حواليه ويعمل متاستاسيز يعني يبدأ يتحرك ويتنقل عن طريق lymph nodes او blood vessels لاجزاء اخرى في الجسم ويبدأ ينمو فيه ده طبعا مغاير تماما للpenine tumor الpenine tumor اللي هو الورم الحميد ده self limited وما بيحصل لهش لا invasion ولا متاستاسيز يعني الpenine tumor control او growth بتاعه ما بيبقاش رهيب زي الماليجلنت او الcancer وانا عندي cancer يعني ورم خبيس وpenine يعني ورم حميد الورم الحميد بيبقى زيادة في الخلايا بس بيبقاش تضاعف رهيب زي الcancer واهم حاجة انه ما بيحصلش invasion ما بياخذوش الخلايا اللي حواليه او الانسجل اللي حواليه او المحيطة ما بيحصلش metastasis يعني ما بيتنقلش عن طريق الاوعية الدموية او اللينف اللي هي الخلايا اللينفوية لكن الcancer او المانيجلنت لا بيحصل invasion وبيحصل metastasis طيب ايه بقى زيادة سبب الcancer قالك اهم سبب او الطب بتاعهم اللي هي عملية الميوتاش في الجيناتك ماتيري ما يحصل ميوتاش في الجيناتك ماتيري تبدأ تتغير كل حاجة نتيجة بقى chemicals مواد كيميائية مصرطنة زي اللي انت سمعتوا عنها في الخضار والفاكه والحاجات دي او فيروس دخل عمل لدامج او تغيير في الجيناتك ماتيري او اتعرض لردياش او اشعاع او حاجة ورسية جين من الاب مع جين من الام مجتمع وعملوا مجتمع ل مالجنانت تيومر زي ما انت شايف ادي dna نور يبدأ يحصل تغيير في القواعد بتاع dna حزف واضافة وكلام من ده حد ما يحصل ميوتاش والميوتاش ممكن تؤدي الى الكنس فقال لك اساسي chemicals او الفيروس او الرادياش او عن طريق الوراس زي مثلا البرست cancer في الفيميل او سرطان السد بيبقى نسبة الوراس فيه ان الدوتر تاخده من الماظر نسبة علي برضو سبب تاني اللي هو hormones abnormality او الاختلافات او التغيرات في عملية او في الهرمون تبقى تعمل carcinogenic cells بدون عملية الميوتاشن يعني الاساسي عملية الميوتاشن لكن ممكن يحصل هرمون abnormality تعمل لك excessive cell gross وتؤدي الى cancer مثلا حاجة اسمعها hyper estrogenic state في promoting endometrial cancer الناس اللي عندها hyper estrogen او females اللي عندها hyper estrogen او estrogen زيادة اوي ده عمل مساعد او مؤدي الى endometrial cancer او سرطان بطنة الرحم طيب ازاي بقى او زي ما انت شايف احنا نقول الفيروس او radiation او chemicals او hereditary او hormones ازاي الفيروس بيعملك او بيعملك triggering او يسببلك cancer او bacterial infection زي الهيباتايتس بي البابيلوما هيباتايتس c باستنبار وال hiv دي دي بعض انواع الفيروسات اللي مرتبطة بي وجود الكنسر فعندي نوعين من الكنسر بينشأه بسبب الفيروس حاجة اسمها acute transforming viruses او oncogenic viruses الفيروس بينشط حاجة اسمها oncogen وده بتبقى تتحول الى او تحول الخلية الى cancer cell النوع الثاني اسمه slowly transforming viruses وهنا الفيروس جينوم ده مادة ورسية تبقى زيادة على المادة اللي في الفيروس اللي هو circular dna موجود جوا خلايا الفيروس insert itself near حاجة اسمها proto-oncogen في خلايا الجسم اللي هو هيدخله وبعد كده يحصل mutation في proto-oncogen وتتحول الى oncogen وبالتالي الخلية تبقى cancerous cell الدني مثال قال لي على البكتيريا حاجة اسمها الهيليكوباكتر pylori أو pylori دي بكتيريا بتعمل قرحة في المعدة ولو لم تعلق كويس ممكن تعمل gastric cancer أو cancer في GIT يبقى خلاصة الكلام فأسباب الcancer أنا ممكن عندي يبقى hereditary يعني وراسة البنت تاخده من الأم زي breast cancer ممكن hormonal imbalance مثل hyper estrogenic يعمل لك endometrial أو trigger endometrial cancer ممكن يبقى بعض المواد الكيميائية تغير لك أو تعمل mutation في DNA ممكن يبقى virus أو bacteria تدخل على المادة الوراثية وتبدأ تعمل حجم اثنين اما انها تعمل activation إلى oncogen أنها oncogen أو oncogenic viruses oncogen هي مسؤولة عن cancer cell تبدأ تأكتف ها على طول أو تبدأ تدخل ال genome وهو الجينوم او ال DNA فالفيروس يبدأ يدخل جمع بشكل اسمه البروتو انكوجين وبعدين يبدأ يتسبب في حصول ميوتاشن فيها فتتحول البروتو انكوجين الى انكوجين وتعمل استيميوليشن لتكمين الكنسر السيل امثلة على الفيروس الذي ممكن تعمل الكلام ده قالك هباتايتس بي و سي اللي هو الاتهاب الكبد الوبائي بي و سي الباستين بار و اله اي في قالك بكتيريا زي الهليكوباكتر بيلوراي هذه بكتيريا التي تعمل قرحة في المعدة لو لم تتعليجتش كويس ممكن تؤدي الى جي اي ت او الكنسر في الجيستريك ميوكوز طيب ازاي الكنسر بيحصل او بيتطور قالك سيريس اوف ميوتيشنز بتحصلني في الجينات تؤدي الى تغيير في النورمال سيل جروس و الديفرانشييشن بتاع الخلايا وده يؤدي الى حدوث الكنسر تب ايه الجينات اصلا اللي بتتأثر وبناء عليها يحصل الكنسر قالك انا عندي حاجة اسمها الانكوجينز حاجة اسمها التيوبر سابريسور جينز و حاجة اسمها الدي ان اي جينز و هذه التلات جينات اللي بتدخل او اي لابة فيها يؤدي الى كانسر قالك الانكوجينز بتكون عبارة عن بروتو انكوجين يعني انكوجين اولية بتكون خاملة او ساكنة الكويسنت ستيت دي مسؤول عن البرودكشن او كومبوننتس او سل نورمال جروس يعني النورمال جروس بتاع الخلايا بيتحكم فيه بعض المكونات او بعض المواد اللي بينتجها هي البروتو انكوجينز دي زي الجروس فاكتورز والريسيبتورز والانزايم والترانسكريبشن فاكتورز و الكلام ده لو حصل ميوتيشن في البروتو انكوجين تتحولني الى حاجة اسمها الانكوجين اخذ بالك بقى هنا اه دي النورمال سيل فيها بروتو انكوجين مسؤولة عن ايه السيل جروس بتنظمه طلعلك ترانسكريبشن فاكتورز انزايمز جروس فاكتورز ريسيبتورز طبيعي و تمامه 100 حصل ميوتيشن زي ما انت شايف هنا و حصل ميوتيشن تحولت الى cancer cell A انها طلعت لي من البروتو انكوجين تحولت الى انكوجين وهذا يعملني hyperactive silver gross يعني نشاط غير عادي في نمو الخلايا و طبعا و طبعا نشط البروتينات اللي بتعملي excessive cell gross و division و development عشان ينتج في الاخر عندي الكنسر زي ما انت شايف كده حصل ميوتيشن مسؤولية انها تعمل slow down او ابطاء لعملية cell gross و عملية division لو البروتينات اتفقدت اللي هي جاية من tumor cypressor genes ما هو اي جين يتكود او يعمل encoding يطلع لك بروتين يعمل حاجة معينة التومor cypressor genes يطلع بروتينات تعمل لك ابطاء او slow down و division هذه البروتينات اتفقدت لأي سبب من الاسباب هنا السل يحصل لها grow division براحتها uncontrolled كيف يحدث الكلام قال لك يحدث ميوتيشن او inactivation ل bear of tumor cypressor genes زوج من tumor cypressor genes كما ترى هنا يحدث له اما ميوتيشن فيتغير او inactivation يوقف خالص يطلع البروتين اللي يطلع عملية الجلوس والدفشن وبالتالي يسمح لي بوجود الكنسر طيب لو واحد اصلا حصل له الحكاية نية الناس اللي بتاعه او طبعا نحن نعرف ان الجينات تأتي كpairs يعني جين من الماثر مع جين من الفاثر يكتمع لازم عشان تحصل له الحكاية نية لازم بوص جين يبقوا فيهم defect او يبوز لكن لو جه وان كوب من الجين هي بس اللي فيها defect مش هيحصل له موضوع الكنسر لكن لو جه خد بالك بقى من الحتة دي فان عندي واحد خد وان كوب من الجين هي اللي فيها defect او فيها بايزة اتولد بها كده او انهلتت يعني وراسها كده والكوب الثاني سليم بس جمع الوقت حصل ميوتاشن في الكوب الثاني فباصل هنا يحصل تريجرينج او استيميوليشن للكانسر فورميشن فبيقولني التيومر سابريسورجينز ديت زي الفرامل او الدواسة بتاعت الفرامل بتاعت العربية اول ما تفقدها انت مش قادر تتحكم في العربية ولا قادر توقف وبالتالي تبدأ الخليطة تضاعف بقى براحتها زي ما انت شايف كده النوع الثالث من الجينات اللي بتدخل في عملية الكنسر حاجة اسمها الDNA ريبير جينز احنا قلنا اصلا ان اصلا موضوع الكنسر ان انا يحصل لي ميوتاشن في الDNA بعض القواعد تتغير يحصل لها اه 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 فحصل لها او غلطة في الDNA انظروا الDNA عن قواعد ترتبط مع بعضها T مع A و C مع G هنا حصل غلطة نتيجة اي شيء عملت لي قواعدة ربطت في مكان غلطة هنا تدخل الDNA ربير جينز تأتي مع الدلالة فتجدها C مع G عادي يبقى لا يوجد الكنسر حسنا هنا لا يحدث الكلام الDNA ربير جينز لا يوجد موجودة سوف يفقد الوظيفة وبالتالي لا يحدث الربير فتبدأ T مفروض ان T جاء غلط أصل فالربير سيغيره لا تكون T تبقى هي الأصل وبالتالي تبني عليها الخلية فتجيب المقابل لها بقى حصل تغيير كامل في القاعدة كلها وبالتالي أدى الى cancer cell فبيقولني خلاصة الكلام الDNA ربير جينز مسؤولة عن correcting of errors اللي بتيجي نتيجة ال cell division او الDNA division اللي بيحصل في الخلية لو حصل ميوتشن في الDNA تأتي الDNA الربير جينز تزبطها لو حصل ميوتشن في الجينز نفسها اللي بتصلح الDNA هذا يبوز لك عملية التصليق وبالتالي ينشأ عندك development to cancer فبيقولك مثال على الكلام الناس اللي عندها lake of melanin pigment اللي هي الصبغ الميلانين يسموها xyloderma pigmentosium الناس اللي عندها defective DNA repair genes وراسي يعني ال DNA repair genes فيها مشكلة هم ورسوها كده او تولدوا بها كده لا يستطيع ان يصلحوه لو ال DNA او ال DNA تعرض لأي مشكلة مثلا هم تعرضوا للشمس بصورة قوية ممكن يحصل لك skin cancer لماذا؟ ان هذا الميلانين يحمي من الأشعة حصل مشكلة هو ما عنده اصلا الميلانين نتيجة الجين او ال DNA repair genes نتيجة الجين تعرض لأكسسيف sunlight يبدأ يحصل للاسكن cancer يبقى ملخص الكلام سريعا ان انا عندي cancer الخلية فقدت بدأت تنمو بشكل مضطرد مش بس كده بدأت تغزو الأنسجة المحيطة لا وليس كده بدأت تعمل متاستاسيس يعني تتحرك في كل انحاء الجسم مستخدمة ال blood vessels ال lymph وهو الأوعية الدموية و الجهاز اللمفاوي كل هذا نتج من ميوتشن في ال DNA او هورمون حصل فيها مشكلة مثل ما قلنا ال hyper estrogenic او ال hyper estrogen يعمل لك ال endometrial cancer باقي الاسداب كلها تلعب في ميوتشن في ال DNA جاد كيميكال بواسط ال DNA راديشن بواسط ال DNA اتولد اصلا بدفكت في ال DNA وهو ال hereditary hereditary او حصل فيروس دخل نشاط لك ال oncogen او حول لك ال proto oncogen كل ده عمل لك فكل الكلام ده الميوتشن ده ادت الى triggering او stimulation ال cancer formation ما الذي يتحكم في الكلام ده لديك جينات اسمها ال oncogen الطبيعي انها موجودة ك prototype او proto oncogen مسؤولة عن ال regulation تتحاول الى oncogen تعمل لك cancerous tissue او tumor cypressor gene مسؤولة عن انها تمنع ال cancer تطلع بروتينات تمنع ال cancer او tumor او حصل فيها mutation من activation يبقى ال cancer سيحدث متى ال damage في ال genes او DNA convergence انا عندي DNA لا يحدث فيه اي mistake او mismatch تبدأ DNA convergence يتعد عليه و تصلح او حصل فيها مشكلة او mutation لا يحدث تصليح يبدأ تدين يركب نفسه من جديد بناء على التغيير الذي حصل يحدث cancer كده كده يبقى الجزء ابوبتوزوس والcancer مفهوم و مربوطه بعضه يهمني او انك تربط ابوبتوزوس بالcancer لان ابوبتوزوس الخلية يحصل الموت نتيجة ضمج جدا حتى تتخلص من الحاجة البيضة و تضع شيء جديد فقدت هذا الكلام و تحاولت الكنcer على طوال كزاكم الله خير شكرا